بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلاً ومحباً بكم على قناة STC سلموني تردينج شانل مع كورس التحليل الفني قسم الشموع اليابانية عنوان محاضرة اليوم نماذج الجبال الثلاثة والأنهار الثلاثة ثري ريبرز أندي سري مونتين وهناك فرق في المسمى والاستخدام لهذا النموذج في التحليل الفني الياباني والتحليل الفني الغربي في التحليل الفني الياباني يسمى نماذج الجبال الثلاثة بينما في التحليل الغربي يسمى نموذج القمة الثلاثية وهناك مسميات أخرى في التحليل الغربي لا توجد في التحليل الياباني مثل نماذج المثلثات والأعلام والرأس والكتفين وإلى غير ذلك أما الفرق الجوهري بينهما من حيث الاستخدام في التداول وتفعيل النموذج في التحليل الياباني يأتي النموذج بعد اتجاه صاعد يتشكل بعده ثلاث قمم تقع على مستوى أفق واحد أي قمم هذه الجبال تكون في نفس المستوى يطلق عليها اسم الجبال الثلاثة بينما في التحليل الغربي يأتي النموذج بنفس الشكل ولكن كما قلنا يسمى نموذج القمة الثلاثية أما الفرق بين التحليل الفني الياباني والتحليل الفني الغربي هو في تفعيل النموذج ومتى يتم التداول به وهذا هو الفرق الجوهري في التحليل الغربي يفعل السعر أي يفعل النموذج بعد خط العنق بينما في التحليل الياباني يفعل النموذج بعد إغلاق تحت آخر منخفض في الجبال الثلاثة وبناء على ذلك يلاحظ أن نقطة الدخول في التحليل الياباني نحصل عليها بشكل أسبق من نقطة الدخول في التحليل الغربي أي أن إشارة الدخول باستخدام نموذج الشموع اليابانية نحصل عليها بشكل مبكر عن التحليل الغربي وذلك لأن مدرسة التحليل باستخدام الشموع اليابانية هي أقدم بكثير من مدرسة التحليل الغربي ونتائجها تكون أكثر فاعلية من مدرسة التحليل الغربي إذا استخدمت بشكل صحيح أي أن هذا هو ما يسمى بنموذج الجبال الثلاثة يكون بعد اتجاه صاعد يتشكل من ثلاث قمم عند نفس المستوى يتم تفعيل النموذج عندما يحدث الإغلاق تحت آخر منخفض وليس شرطاً خط العنق ولكن إذا أغلق تحت آخر منخفض يفعل النموذج حسب تحليل الشموع اليابانية في حالة أخرى للجبال الثلاث أو القمة الثلاثية وفقاً للتحليل الغربي إنها تكون أي الجبال ليست في نفس المستوى الأفقي بمعنى آخر أنها تكون قمم متصعدة أو بمعنى صح قمم جبال متصعدة فيبقى أيضاً نموذج صحيح هنا في هذا المثال هنشوف قوة الشموع اليابانية بالمقارنة بالتحليل الغربي المعروف في هذه الحالة لو تلاحظ أنا عندي أكتر من قمة جبل قمة 2, 3, 4, 5 طيب إزاي أنا أحدد مكان الجبال الثلاثة بطريقة صحيحة عشان نفهم الموضوع ده يلا بينا نمشي مع السعر خطوة خطوة أول شرط لازم يكون عندي اتجاه صاعد بعده مباشرة تشكل معي قمة أول جبل ثم تشكل معي قمة تاني جبل ودلوقتي أنا لاحظت أني فيه احتمالية لتشكل الجبل الثالث طيب لو أنا هنا عايز أدخل صفقة أين تكون نقطة دخولي نقطة دخولي بتكون بإغلاق السعر تحت هذا المستوى رقم واحد لأن إحنا قلنا قبل كده إذا أغلق السعر تحت آخر منخفض من الجبال تكون هذه هي نقطة الدخول على حسب التحليل الفني الياباني بس لو تلاحظ أن السعر وصل لهذا المستوى ورجع تاني شكل لي قمة جبل جديدة جبل رابع طيب هنا أنا إزاي هبص على الموضوع وهتصرف إزاي هنا أنا هلغي المنخفض السابق ومش هتداول على أساسه لأني في هذه الحالة هتعامل مع المنخفض الجديد بمعنى آخر أن الجبل الأول هذا يصبح ملغي وبعدين نتعامل مع الجبل الثاني على أنه هو الجبل الأول السعر صعد عنده شكل لي جبل أول وجبل ثاني وننتظر الجبل الثالث يغلق تحت هذا السعر رقم اثنين بس لو لاحظت أنه تشكل معي الجبل الثالث ولم يغلق تحت هذا السعر رقم اثنين أي تحت هذا المنخفض رقم اثنين إذن في هذه الحالة لسه النموذج لم يتفعل طيب إزاي أنا ممكن هدخل هستنى احتمالي تشكل قمة جبل جديدة طيب لو تشكل معي قمة جبل جديدة أعمل إيه أرجع تاني من الأول وألغي الجبل الثاني اللي أنا كنت دخلت من عنده اتجاه صعود وأبدأ من أول وجديد أتعامل مع الجبل الثالث على أنه هو الجبل الأول في اتجاه صعود ونشوف آخر ثلاث جبال وراء بعض طيب يلا بينا نتعامل من أول وجديد على أن الجبل الثالث هو الجبل الأول عندي اتجاه صعود تشكل معي أول قمة جبل ثم تشكل معي تاني قمة جبل ثم تشكل معي قمة الجبل الثالث طيب هل ممكن في الحالة دي أفعل النموذج يشوف إذا أغلق السعر تحت هذا المنخفض رقم ثلاثة إذا حدث الإغلاق فكذا النموذج تفعل وإذا لم يحدث الإغلاق فأنا مش هدخل الصفقة لأن النموذج لم يكتمل بس لاحظ معي أنه لما أغلق السعر عند المستوى رقم ثلاثة يعتبر كده النموذج تفعل وعلى هذا الأساس ممكن أدخل صفقة بيع مع البائعين بس لو لاحظت أن نموذج الجبال الثلاثة الذي يتكون من عدة شموع أنا في الحالة دي ببص على عدد الجبال مش على عدد الشموع وهذا هو الفرق بين تشكل الجبال الثلاثة في مستوى وفقي أو أنهم يتشكلوا بشكل تصاعدي أهم حاجة بالنسبة لي كمتداول أن نركز على إغلاق السعر تحت المنخفض الأخير للجبل الثالث بس لو حبيت أقارن بين التحليل الغربي والتحليل الياباني في التحليل الغربي صعب جدا أن نحن نحكم على خط العنق أو نحكم على الاتجاه إلا هينعكس أولا لكن في التحليل الياباني ووفقا لسيكولوجية الشموع اليابانية النظرة بتكون أوضح لما نفهم النماذج مرة أخرى نموذج الجبال الثلاثة يأتي على شكلين إما بشكل أفقي بحيث تكون القمم واقعة على مستوى أفقي واحد أو قد يأتي على شكل تصاعدي مائل بحيث تكون القمم تصاعديه ورى بعض طيب هل هذا النموذج ممكن أعتبره نموذج رأس وكتفين الإجابة بالقطع لا لا يمكن اعتبار هذا النموذج نموذج رأس وكتفين لماذا؟ لأن القم الموجودة في المنتصف منخفضة فهذا يعتبر نموذج الجبال الثلاثة التصاعديه وليس نموذج الرأس والكتفين النموذج الثاني الذي سوف نتكلم عنه اليوم هو نموذج الأنهار الثلاثة سري مونتي أو ما يعرف بالقاع الثلاثي في التحليل الغربي يكون على هذا الشكل الموضح أمامك على الشرط شروط تكونه هو رقم واحد أن يكون السعر في اتجاه هابط لأنها أنهار عبارة عن قيعان ثم يبدأ يتشكل معي هذا القاع الأول وهذا القاع الثاني وهذا القاع الثالث ولو تلاحظ أن أنا عندي هنا قاع رابع أيضا ولكن هنعرف إزاي حالا نفلتر هذه الأنهار بالشكل الصحيح رقم اثنين الأنهار الثلاثة أو الجبال الثلاثة تتشكل من مجموعة من الشموع وليس من شمعتين أو ثلاث رقم ثلاثة أن هذه الأنهار تكون عند نفس المستوى الأفقي من أسفل طيب متى يكون نقطة الدخول نقطة الدخول تكون عند آخر مرتفع لهذه الأنهار يعني المفروض إذا أغلق السعر فوق هذه القمة المكتوب عندها مكان إغلاق السعر أنها اعتمدها كنقطة الدخول ولو تلاحظ أن السعر وصل لهذا المستوى رقم واحد ثم شكل لنهر جديد طيب في هذه الحالة إزاي أنا بص على السعر عشان أرتب الأنهار بالشكل الصحيح قال دي أنا مش هحسب أول نهر وهتعامل من أول وجديد من عند النهر الثاني هاخد الأول لاتجاه الهابط من بدايته واعتبره هو النهر الأول عند نفس المستويات ثم تشكل له نهر تاني وتالت فترتيب للجبال والأنهار في مرونة على حسب حركة السوق وعيني دايما بتكون على آخر مرتفع بالنسبة للأنهار الثلاثة إذا أغلق السعر فوقها فكده بيكون بالنسبة لي اتفعل النموذج طيب ما هو الفرق في هذه الحالة بين التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية وبين التحليل الغربي حاليا لو أنا هاعتمد على التحليل الغربي مش هقدر أصلنا في الشكل اللي قدامي ده لأن أنا عندي المرتفع العالي ده مبوز النموذج بالنسبة للتحليل الغربي لكن بالنسبة للشموع اليابانية الموضوع يختلف لأن أنا عندي اتجاه هابط عندي نهر اتنين ثلاثة في الشموع اليابانية مفيش حاجة اسمها خط العنق كل اللي احنا محتاجينه في التدول في الشموع اليابانية هو إغلاق فوق آخر مرتفع بالنسبة للأنهار الثلاثة وبرضه ممكن يكون عندي نموذج أنهار ثلاثة إما بشكل متصاعد أو بشكل متدني فمثلا على الشرط اللي قدامي ده عندي نموذج الأنهار الثلاثة نزل الساعة ثم شكل لي النهر الثاني ثم شكل لي النهر الثالث وفقا للتحليل الغربي ما أدرش أسمي ده نموذج رأس وكتفيني لماذا؟ لأن قاع النهر الثاني وقاع النهر الأول عند نفس مستوى أفقي واحد عشان كده ما أدرش أقول عليه نموذج رأس وكتفين في هذه الحالة لكن لما بص على الشرط بمنظور التحليل الياباني هيكون عندي نموذج واضح يسمى بالأنهار الثلاثة كما هو واضح على الشرط نقطة الدخول بالنسبة للأنهار الثلاثة مش هاعتمد على خط العنق أبدا ولكن هبص على آخر مرتفع من هذه الأنهار إذا أغلق السعر بعده أدخل صفقة الشراء وكما نلاحظ أن السعر أعاد اختبار هذا المستوى اللي هو مستوى الإغلاق ثم عاد إلى الصعود مباشرة إلى أعلى لكن هذان النموذجان لهما تطور آخر يعرف بنماذج قمم بوذة الثلاثية تعالوا نتعرف عليها نماذج قمم بوذة الثلاثية هي هي نماذج الرأس والكتفين والرأس والكتفين المقلوب بمعنى هذا النموذج اللي موجود قدامي على الشرط هو نموذج قمم بوذة الثلاثية أو ما يعرف في التحليل الغربي بنموذج الرأس والكتفين طيب على نفس الشكل هو هو هنشوف الفرق بين التحليل الفني الغربي والتحليل الفني الياباني لنفس النموذج بالنسبة للتحليل الياباني بيقول أنه بيكون عندك ثلاث قمة متصعدة ولكن القمة التي تكون في المنتصف تكون أعلى من اللي على اليمين واللي على اليسار وهذا هو نفس تعريف نموذج الرأس والكتفين طيب إيه هو الفرق بين التحليل الياباني والتحليل الغربي ولماذا يعتبر التحليل الياباني أقوى من التحليل الغربي في العديد من النماذج هنعرف الفرق من خلال التداول على المثال اللي قدامي ده على الشرط وفقا للتحليل الغربي إذا جينا نرسم نموذج رأس وكتفين إزاي هنرسمه والشكلة كي يكون إزاي أكيد رأح أرسم خط العنق وإذا رسمت خط العنق في هذا الشكل فتقريبا الشكل هيكون مشوه لماذا؟ لأنه تقريبا أنا عندي أول كتف وعند الرأس ولكن الكتف التاني تقريبا مش موجود نهائيا ده يعتبر نموذج غير صحيح هذا بالنسبة للتحليل الغربي طيب كده أنا مش هعرف نقطة الدخول لأن حسب التحليل الغربي المفروض الإغلاق يكون بعد خط العنق وخط العنق هنا صعب جدا تحديده لعدم وضوح الكتف التاني لكن بالنسبة للتحليل الياباني الموضوع هيكون مختلف أول حاجة التسمية هيصبح اسمه في التحليل الياباني قمم بوذة الثلاثية وليس الرأس والكتفين على هذا الأساس أنا هبص على القمة الأولى والقمة التانية هتكون أعلى منها والقمة التالتة في نفس مستوى أقل من القمة التانية يعني قمة المنتصف هي الأعلى عشان كده بيسمى بقمة بوذة الثلاثية طيب على حسب نموذج قمة بوذة الثلاثية أين تكون نقطة الدخول أو أين يكون مكان تفعيل هذا النموذج وعلى أي أساس أنا هتداول ولاحظ أن التحليل الغربي يعتمد على خط العنق بالدرجة الأولى لكن الشموع اليابانية تعتمد على مستويات الظلال والزيول باعتبرها دعوم ومقاومات وتعطي في هذه الحالة نتائج أحسن بكتير وهذه الأمثلة اللي بنشوفها كلها أمثلة حية حقيقية موجودة في السوق يعني نقطة الدخول عندي بالبيع بتكون عند هذا المستوى المكتوب عنده كلمة ادخل بيع طيب أمه الأفضل أتداول على أساس نموذج الرأس والكتفين أم على أساس قمم بوذة الثلاثية والله لو قدرت تدمج بينهما فده بيكون أفضل عندي كمان مثال آخر على الشرط على قمم بوذة الثلاث المقلوبة في التسمية اليابانية أو نموذج الرأس والكتفين المقلوب حسب التحليل الغربي كما هو واضح في هذا المثال على الشرط يتكون بعد اتجاه هابط واضح ثم يكون عندي ثلاث قيعان واربعا والقاع الذي في المنتصف يكون منخفض بالنسبة للقاع الذي على يمينه والقاع الذي على يساره لو حبينا نحلل على أساس التحليل الياباني والتحليل الغربي في أوقات معينة ممكن يتصادف بالنسبة للتنين نفس نقطة الدخول مثلا عندي في هذه المنطقة خط العنق في التحليل الغربي بيقول لي ان اي اغلاق بعده في امكانك انك تشتري في حالة الرأس والكتفين المقلوب طيب لو بصينا على نفس الشرط من منظور التحليل الفني الياباني باستخدام الشموع اليابانية فان برضو اي اغلاق فوق اخر مرتفع هيكون بالنسبة لي نقطة الدخول ولو تلاحظ في هذا المثال على نفس الشرط نقطة الدخول في الحالتين قريبين جدا من بعض لاحظ انه في الصفقة السابقة لجأنا للتحليل باستخدام الشموع اليابانية فقط بينما في هذه الصفقة لما قارننا بين نقطة الدخول في حالة التحليل الياباني ونقطة الدخول بالنسبة للتحليل الغربي وفقا لخط العنق لائناهم تقريبا عند نفس المستوى في هذه الحالة ده معناه ان هذه المنطقة قوية جدا سواء ان السعر ممكن يعمل لها اعادة اختبار ويرجع يصعد او انه يصعد مباشرة منها اهم حاجة التطبيق لهذه النماذج لان التعليم بدون تطبيق مش هيكون بفايدة كبيرة وبذلك نكون قد وصلنا الى نهاية هذه المحاضرة كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلم الرياضيات والاحصار ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والاعمال وفي الختام اذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة